بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بعد أحباب نقدم لكم كراءة درس الإيثار مع حل التدريبات للصف الثالث الابتداء قرر فواز شراء كتاب مفيد مستثمرا نقودا كان قد جمعها في حصالته الصغيرة طلب فواز من والده أن يصطحبه إلى المكتبة لشراء الكتاب وبعد فراغه من الواجبات المنزلية ذهب مع والده إلى المكتبة وأخذ يتجولان فيها ويطالعان أبرز علاوين محتوياتها من كتب وقصص توقف فواز عند قصة عنوانها الإيثار فسأل والده ما معنى الإيثار يا أبي رد الوالد اشتر القصة وقرأها لتعرف معنى الإيثار اشترى فواز الكصة وعاد إلى البيت مشتاقا لكراءتها وفي القصة قرأ كيف آثرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المرأة الفقيرة وابنتيها على نفسها وكيف آثرت الأم ابنتيها على نفسها وفي المساء قدم الوالد من عمله وسأل فواز وسأل فواز هل قرأت الكصة وعرفت معنى الإيثار قال فواز نعم يا أبي والقصة هي التي عرفتني إياه سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها طرقات على الباب فلما نظرت وجدت امرأة مسكينة ومعها ابنتاها الصغيرتان وطلبت المرأة منها طعاما ولم يكن في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا اليوم إلا ثلاث تمرات فأحضرتها وأعطتها المرأة أخذت المرأة الطمرات وأعطت كل بنت طمرة وأخذت هي الطمرة الثالثة فأكلت البنتان الطمرتين ثم نظرتها إلى الطمرة التي في يد أمهما فلم تتردد الأم وشقت الطمرة نصفين وأعطت كل بنت منهما نصفا وآثرت الأم أن تطعم ابنتيها وتبقى جائعة جبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما فعلت هذه المرأة ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أكت هذا الموقف الذي يدل على إيثار الأم وقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها الجنة الوالد ما أجمل الإيثار يا بني فالمسلم الحق يؤثر غيره على نفسه فيجوع ليشبع أخوه ويضمأ ليرتوي أخوه قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أجيب من اصطحب فوازا إلى المكتبة والده بعنوان القصة التي اختارها فواز الإيثار متى عاد الوالد من عملي وماذا سأل فواز في المساء وسأله هل رأت قصة عرفت معنى الإيثار ما الخلق الذي تحلت به المرأة المسكينة إيثار ما رأيك في تصرف المرأة المسكينة تصرف جميل أذكر ثلاثة أعمال أعجبتني قام بها فواز الإدخار كراءة كتاب مفيد كراءة القصة القصة ماذا يحدث لو أن الناس جميعهم تتصفوا بخلق الإيثار الإيثار تنتشر المحبة الرحمة بين الناس قصة القصة بأسلوبي قرر فواز شراء كتاب مفيد دار الحوار إلى فواز والوالد عدد عدد التمرات في الكصة ثلاثة تنمي لغتي أعوض شفاهياً الكلمة الملونة بكلمة مراضفة لها المسلم المسلم الحق يؤثر يعني يفض يفضل غيره على نفسه فيجوع ليشبع أخوه ويضمأ يعني 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 يعطش وليرتوي أخوه قرر فواز شراء كتاب مفيد مستثمراً يعني مستفيداً أو مستغلاً نقوداً كان قد جمعها في حصالته الصغيرة اختار الإجابة الصحيحة فيجوع ليشبع أخوه ويضمأ ليرتوي أخوه بين الكلمات التي تحتها قط تضاد 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 تضادف يعني نفس المعنى تضاد تضاد يكون العكس اكملوا الخريطة للكلمة التالية الإيثار معناها تفضيل الغير على نفسه ضدها الأنانية يعني يحب نفسه نوعها اسم الفعل المضارع منها يؤثر الكلمة في جملة الإيثار خلق عظيم نوع الجملة اسمية إنها بدأت باسم أقرأ وألاحظ أقرأ الجملة وألاحظ الكلمات الملونة أقرأ فوز شراء كتاب مستثمرا كلمة الحمراء مستثمرا تلوين فتح نقودا كان قد جمعه المسلم الحق يؤثر الهمزة على واو لأنه قبلها مضموم غيره على نفسه فيجوع يشبع أخوه ويضمأ الهمزة على الألف لأنه قبلها مفتوح قبل الهمزة فتحة ناسب الكتابة على الألف ليرتوي أخو أقرأ الجملة وأنطق الحرف الممدود وعجبت أم المؤمنين عائشة المد بالياء قبله قصرة والمد بالألف قبله فتحة رضي الله عنها بما فعلته هذه المرأة ولما جاء لما الميم مشددة نقولها مرتين ولم مع الميم الساكنة ثم الميم المفتوحة مع المد ما ولم ما جاء رسوله هنا المد بالواو يصير عليها ضم والواو ليس عليها شيء فهي مد بالواو رسول الله صلى الله عليه وسلم حكت هذا الموقف الموقف الذي الزال مكسورة إذن هنا مد بالياء لأن الياء ليس عليها حركة أدل على إيساء الأم أقرأ الجملة وألاحظ التنوين قرر فواز تنوين ضم شراء كتاب تنوين كسر مستثمرا تنوين فتح بيزيد عليها ألف غير تنوين الضم والكسر لا نزيد الألف نقودا كان قد جمعها سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها طرقات على الباب تنوين كسر لما نظرت وجلت امرأة مسكينة نلاحظ أن تنوين الفتح عند التالي مربوطة لا نزيد ألف تبقى كما هي ونزيد عليها الفتحتين ومعها ابن التاء الصغيرتان وطلبت المرأة منها طعام غير التاء نضع ألف إلا إذا كان همزة وقبلها ألف وبعد لا نضع الألف في النهاية إذا كانت الهمزة قبلها ألف لا نضع همزة بعد تنوين الفتح أقرأ الجملة الجملة بصوت معبر ما أجمل الإيصارة ما أجمل الإيصارة استخرجوا من النص ثلاث كلمات فيها تنوين فتح ثلاث كلمات فيها تنوين فتح مستثمراً مستثمراً نضع الفتح مقوداً ممتّمراً ثلاث كلمات فيها تنوين وضع مم أن أخذ أخذ أعطت إنوه إلى أس فرقات كتاب رفيد عرف مضعف أم ألم صغيرتان الص صغيرتان أكمل حسب المطلوب أكمل الجملة الأعتياء بكلما تنتهي بألف مكسورة أعطت الأم كل بنت منهما نصف التمرة وآثرت أن تطعم ابنتيها وتبقى تبقى جائعة أكمل الجملة الآتية بكلمتين تبقاني بحمزة واصل رب الوالد إش تري القصة هنا نكتبها إش تري كسرة فقط لا نكتب ياء لأن فعلة أمر محزوف ياء مجزون بحث في حرف العلة القصة وقرأها وقرأ همزة واصل لا نكتب تها ولا فوقها همزة أكمل ما يأتي بكلمات مبدوعة مهم جثقة على نمط المثال الأول أراد أجابت إلا لش إلا لي أم أجيبت أكمل ما يأتي بكلمات منذها بالتعريف على نمط المثال الأول التعريف يريد هنا التعريف يعني تبدأ بالف ولا الكتاب ال والد الرسول الأم القصة الاتفاق هنا نقول خلق المسلم نقول ما أجمل ما أجمل نضع عليها فتح ما أجمل خلق المسلم القصص التي قرأتها ما أكثر ما أكثر الفقيرة إلى الطعام يبقى ما أحوج ما أحوج الفقيرة إلى الطعام نضع هنا ما ولا نضع عليها دائما الذي نتعجب منه نضع عليه فتح يكون على وزن أفعل بمحاكاة المثال الأول أحول النكرة إلى المعرفة إلى نكرة المكتبة مكتبة النقود تشير نقود مسلم يعني نحزف التعريف الماء تشير ماء القصة تصبح كطة هذا تصبح نكرة بعد حزف التعريف وهكذا على ما يبدو أننا نكون قد بمحاكات المثال الأول أحزف مفردة أو أكثر من الجملة دون أن يتغير المعنج هنا اشترى فواز كصة جميلة عن الأمنة اشترى فواز كصة فواز كصة عن الإنصار نقول فرأ فواز كصة فرأ فواز شراء كتاب مفيد فرأ فواز شراء كتاب وجدت المرأة مسكينة ومعها ابنتها الصغرتين دول وجدت امرأة ومعها ابنتها هنا الاختصار شلنا مسكينة وشلنا الصغيرة حزفناه المسلم الحق يؤثر غيره على نفسه المسلم يؤثر غيره يؤثر المسلم يؤثر غيره يعني يفضل غيره ممكن نقول على نفسه وممكن نقول يؤثر غيره حزفنا كلمة الحق الهن نقول قد انتهينا من درس الإثار لا تبخل علينا باللايك والاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر